نص صريح ما فيستوش مجال التأويل انتي توفكرت بعض نواب اللي قالوا اه ما كرهمش ولزم يطلب ونسا تقولهم اذكر لي زاد النواب اللي قالوا لا ما هوش طلب قانون قرار قرار اللي هي علش هو مشارحة قرار ما نتكلكش نوابا ما نقولك انه استاذ القانون الدستوري عمين محفوظ اللي عنده حصة خاصة كونها راربعة بحدها قال رأوا المسلة قانونية ومن حق الهيئة تمدد بيعها بدون العودة الى المجلس الحادة الوحيدة اللي المجلس ممكن عنده فيها القرار هو يزيدها ميزانية ولا ميزيدهاش وجميع عملنا استشارات قانونية ويقولوا نفس الشي علش هو المشارحة قال الهيئة تقرر خطرية تعرف شنو اللي عندها وشنو اللي مزللها نخذ مثلا انا نقول حاجتي بستة شركة وبش نخدم انكبس يقول لي بصيف عليك تكملها مثلا اش نعمل بيه هنا البقية ما حتيش بيه هنا نحتاج الهيئة هي اللي تقدر حاجياتها خطر هي اللي قاعدة تخدم وتعرف وينوصلت ووش يصلح بيها مينجمش جيهة خارجية تقدر حاجياتها قدرها هي كيما الميزانية رو الميزانية لو احنا نقدروها تخرج من عنا وتصادق عليها في مرحلة اولى السيسم الولاء وزارة المالية تحيلها على المجلس النواب ومجلس نواب يصادقلنا عليها لكن احنا نقدرو حاجياتنا والوزارات الكل نفس الشي انتي تعرف شنو اللي يصلح بيك من الخطاء المنهجي انو نفكروا انو جيهة خارجية مش تقول شنوها نمدد ولا نمددش وكي نقول يا سيدي من حبش نمددان وتجي تقول لي لا يتمدد لعليك بالصيف كي ش نعمل بيه يعني متنجمش الجيهة الخارجية هي اللي تمدد في فلاستنا وتوى هاتو ترى ثم جدل دون قراركم النهائي هو تنفيذ الى ديسمبر 2018 بذبت لكن نستخدمه سنة خدت القانون هي على سنة احنا قلنا سنة هتذكشي كل القانون لكن انا بش نستخدم لكن انا بش نستخدم انو تنجم تزيد بعد ديسمبر احنا لانو قرار ينجم ينخولك الى ماي 2019 بذبت لكن احنا اخذينا على عتقنا انو ثم رزنامة تنتهي 31 ديسمبر قرار نهائي لا رجعة تفيه قرار مجلس مقتل في القرار